السلام عليكم أخواتي أخواتي ومرحبا بكم بجديد في قناتكم أخبار بلادي مع مر الوقت وكيراني نظار لنشارك معكم الأخبار شفت فرق كبير في كيفية تعامل الجزائر مع المروق وكيفية تعامل الجزائر مع تونس فمثلا أحيانا تونس تستغل الجزائر وتستنفع منها بزاف يعني تدي منها قطع غيار السيارات اللي في الجزائر خيصة بزافة وتجي أيضا تدي السلع من الجزائر يعني تهربها وتبيحها في تونس لشعب التاحة كما سنقول لكم بعض التجارة التونسية رامي ديرو ولكن في المقابل هنا الطرفين لم يستنفعوا كي الزبون التونسي اللي يروح لبلادي والتياجر كي الجزائريين رغم أنه إذا أطرت هذه الأمور راح تفيد الطرفين لكن هذا الأمر لم يغضب أي جزائري بل بالعكس الجزائريين يرحبون بكل التونس أيضا هذا الأمر حرفيا أنقذ تونس وأنقذهم من العز التجاري تعالى من نفاته العوام نفاته وأنتحدث لكم أخوتي كيف حدث هذا الأمر أيضا في الأخبار خبر جميل جدا للجزائريين لزايدين قبل برمي جنفي خمسة وتسعين يعني لزايدين في الربعة وتسعين أيضا في الأخبار حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تمر من الجزائر وصولا إلى إسرائيل فماذا تفعله هناك؟ أيضا حرب السودان والإمارات تستمر الآن ومن بدأوا يعني الإماراتيين يهاجمهم السودان مرة أخرى في الأخبار أيضا كمراك تشوفون هنا قلك إسرائيل تعين ملحقا عسكريا في المغرب وتصيفها بالخطوة التاريخية مروا كمزليك ذبع للشاب بتاعوا قالوا باللي اكتشفنا آبار في المغرب للغاز والبيترول بش يصبروهم؟ ونحنشاركم معاكم فيديوهات أخرى بخصوص الجزائر من قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو أخوتي والمواضيع أرجوكم أبقى معنا حتى الآخر بصح أهم الشيء هو تكليكيونا أخوتي على زر الإعجاب لأنه هذا راح يدعمنا أن تصدوا لكل حملات السينيال الله يحبظكم أخوتي فالأول حابيت نوريكم أخوتي في واحد الفيديو لفلاح جزائري عنده أرض كبيرة قلما صباح ربي ينحلل في الخدامين باش يجوه وما كانش اللي حاب يخدم لأنه أمرهم يحبين يدوا بزافتراهم شوفوا الفيديو هذا أخوتي السلام عليكم أجمعوا هيا شوفوا شوفوا البلاد ها قوطا قوطي أنا أقسم لكم بالله لأراني من الخمسة عصبة عندكم ربع قطارات هذي راني من الخمسة عصبة أقسم لكم بالله مشيت للدار فطرت ووليت راه السبعة غير ربع والله ما قاريت اختر راني غيح نزوج أنا وصاحبي صاحبيرا مقابل جيئت على البتيق وأنا راني في التوماتيس هذي عادر أنا غادي نقل وأنا نطلق فيه قوت وجيال أخرى رحم مزروعة رحم مليئة والله لا زارعين هانسا والله لا ستة عنصارة نجيبوهم موحدة البلاسة ما نقولكم شمين والله لا ستة عنصارة أكبر التالية في عمرها خمسين عام رمجوا يغرسوننا الطوماتيس يا جماعو يا الرب الكريم ومبعد يجي يقول لك ما كاش خدمة في البلاد والله لا الصباح نقارو بش الآن سمعوا شاحية العرض اللي يعطينهم بش لخدمين يجوها كيكم يحبوش يربطوا الخدامة نقول لها تخدم يقول لك يساقسيك يقول لك كيساش نشاوره شاعد تعطينا كي تقول لها تشاور على 12 ولا ولا 12 ونصونا عطيك 150 اللي لا ما نخدمش أنا نشاور على العشرة قلنا لهم ديوبلونا النهار نعطوكم 250 تشاوره على خمسة عشية اللي لا ما نخدمش قال لي هل ترون انه الشباب هذا هو اللي راي يتكبر على خدمه يعني من 16 تاع الصبح إلى 12 التالع عشية ويعطونه 150 نلف خصوصا انه الآن صراحة يعني 150 نلف موليتش دراهم كبار في الجزائر في نفت الوقت هذك الشباب راه بطال يعني 150 نف راح تفيدو ايضا خوتي مجال الفلاحة لازم يكون فيه تدعيم حتى من الدولة يعني الدولة هي تساعدوا بش يخلص لك دائمين على بيلاها تقولي ما حصل عندك الدولة جيتوك لك بسا خوتي ما تنتجه الفلاحة في الجزائر راح يحقق انها اكتفاء ذاتي وبالتالي الجزائر عندما تضطرشت راح تستولد المنتجات فيها امواجينيا خوتي رغم كل الفيديوهات اللي كانوا يديرونهم تعد ذكاء الاصطناعي وبعد مطرق حقاكم مزارة الجزائر إلى الآن تستولد القمح فما زل نحن بحاجة إلى ثورة زراعية حقيقية ايضا خوتي الآن يمكن لأي واحد من الشعب الجزائري خاصهم فقط يتغلب على الخوف التيعو كين؟ بزيف جزائري يا خوتي للأسف شديد بزيف جزائري عندهم أحلام يطلب الدعم من الدولة تعطيها أراضي زراعية كبيرة ولكن راح خايف يعني راح خايف يروح في هذك الدومان وبعد يخسر ويتخلى على المعيشة التيعو اللي راح فوق يحس فيها بالراحة لترى يخلص منها ربع ملايين من البيرو يقول لك اه خاليني نقعد كما يقولك عندي شهرية خير يخاف يا فونسي ينفيستي دولة تعانوا بشد الأرض الزراعية ويحقق منها أرباح لم يكن يحلم بها في حياته يقول لي معلم عن دروحه وصراحة خوتي أنا بلا كراني نهضر بزافة ولكن حتى بنا وراني خمم كيش نهار بإذن الله ندير مشروع مثل هذا لأنه الآن الدولة تقوم بمساعدات ضخمة لكل من يرغب في زرع الأراضي بخصوص الاقتصاد الجزائري يعني الجزائر عندها العديد من مصادر الداخل وليس الزراعة فحسب منها أيضا التجارة بين الجزائر والمروك ولكن هناك أنواع أخرى من التجارة وهي التجارة تقوموا التواسع بتهريب السلع من الجزائر الآن بيش تفهموا خوتي تهريب السلع مش معنى ترميش سرقوا فيها معنتها رهم يشروها من الجزائر عادي ولكن كيجوا مخرجينها مخالصوش عليها الضرائب لكن صراحة خوتي ورقزوا مع أي مليحة بعد أيام فقط يعني بعد ما تتفعل المليحة خطة الاتحاد المغاربي للعامل اللي الجزائر تونس وليبيا جزء منه يعني هذا الأمر ما يوليش تهريبه ولي أمر عادي تقدر تدخل للجزائر تجيب البترول ولا تجيب مش البترول إنما تجيب زعما كيما يقولوا بيدا تاليسونس وتدخل كما تحب مهمش رح يديروا لك الضرائب لأنه هذا الأمر رح يولي عادي تقدر تدخل وحتى الجزائرين يقدروا يروحوا للتونس يشروح في اسم التونس ربما حتى السيارات من تونس وليبيا وندخلوها بشكل عادي دون الضرائب لأنه هذه هي الراكيزة وهذه هي أصلا الأساسة تالاتحاد المغربي للعامل يعني تولي مثل الاتحاد الأوروبي مثلا واحد ما في فرنسا رايح للبلجيك ما يخلص لضرائب على السلعة ما يخلص ما يشوفون الفيزا تعموله وكأنه داخل من الولاية الولاية إذا تم تفعيل الاتحاد المغاربة للعامل تولي الأمور بهذه الطريقة الآن خليكم تتفرجوا عليها التونس رامجوا ونميدوا في السلعة الجزائرية مردوك المحضر مردوك المحضر مليون وقلبوا لي كرهبت إجمعت الديوان تصور في مئة ومئتين فرنج هذه هي حالة الاجتماعية كلنا تتبع أخي في سلعة تزايا سلعة تونس غالية سلعة تزايا تبراك في بعضها تنحيلها في الكفاف كما راكم تشوفوا أخوتي والجزائر بربي بالوقت راح تسهل من هذا الأمر وينتوا سيؤولوا يجو يشرو السلعة تاعنا ويروح يبيعوها يعني اعتبروها وكأنها تصدير للخارج أعباكم ماش معانتها أخوتي معانتها هكا الكثير من المصانع الجزائريين اللي بدأوا غير كيما لرميانة جهد المنتجات الغذائية اللي يكون عندهم فائف دايما يخي يبيعوها ثانيك للأسواق الجديدة وهي تونس ومن بعد تونس يروح يبيعوها عندهم بسعر أقل من السلعة اللي رايت تتباع في تونس وتولي المنتجات الجزائرية تحصل على إقبال كبير فمثلا أخوتي اللي صنع هذا ماهو زعفان على جهل تونسيين لأنه هذا يعد تصدير حتى وإذا كان بطريقة غير مباشرة يعني بالتهريبة ما فهمتش عليها رانان طاتينيو عليها الجزائر طولت وما زل ما فعلتش يعني القوانين الجميلة من الجانب التعال إتحاد المغاربي للعامل خلي السلعة تدخل وتخرج بين البلدين دون ضرائب حتى السيارات كمل الفيديو والله كل سوق والله كل سوق والله كل سوق نسمع سرقة هاو سرقة 500 تل تقوى عندي عامين مليم ما سمعت حتى حتى تسرق لا سرق لا سواحة تسرق وراها يا ضرورتين يقضوا على التجار الجزائرين قالوا باللي كيف يجوا للجزائر يعني ما يتسرقوش يبيعونهم شد مد صراحة أخوتي هذي مشى غير تونسيين لم يهضروا هكذا حتى السياح اللي يجوا من أوروبا ما هل يجوا يشو ملحمون التعالى الجزائريين يتخلعوا كيفية الجزائريين ما يحاولوش يخدعوهم ولا يسرقوهم ولا يعني لما انت وجيت بحث الثالافة الجزائري هذك شافوا عرفوا من اللي يقوروا يحسب هلو بثلث هلاف وشفت أنا بزي فيديو أتخوتي تحت السياح يجوا للجزائر زعموا واحد هكا جاي من البلجيك تلقى الجزائري والله ما يسرقوه وهذه هي عقلي الجزائريين فالتوم أخوتي يشركوا في هذا الموضوع أيضا هذ الأمور وتعاون الجزائر وتونس انقذها نوعا ما من قلقهمش باللي الجزائر هي اللي انقذت تونس ولكن تونس الآن مؤخرا خرجت من الغرقة قالك انخفاض العجز التجاري في تونس بنسبة 21% هذا العمر حيفيد الجزائر بزي فضوك تعرفوا عليه وهذا الـ 21% انخفاضها العجز التجاري حدث خلال الأشهر الخمسة الأولى لعام مقارنة بعام 2023 وينبلغ العجز التجاري تحم 2.06 مليار دولار خلال نفس الفترة يعني تونس الآن مازالت في الحجز التجاري العجز التجاري التحارها زوجه ملاير فاصل 0.06 بصحة العام اللي فات كان زوجه ملاير فاصل 6 يعني نصف مليار دولار على هذا المنوع المنعنا عامين ميصر قلت لك ميصر تونس تسلك من العجز التجاري ولكن لكي يحدث هذا لازم تتعاون الجزائر مع تونس أيضا كي تسلك تونس من العجز التجاري هذا الأمر سيفيد الجزائر لأنه تولي دولة اقتصادية قاوية متحدة مع الجزائر وليس كدولة اقتصادية ضعيفة عنها عجز التجاري هكذا تحصل تنقد من ظهرك بخصوص الخبر الجميل إعفاء المواطنين الشباب المولودين قبل تاريخ 1 جنفي 1995 ولم يتم تجنيدهم بعد من الاتزامات الخدمة الوطنية يعني يا خاوتي ليزايدين أصحاب الربعة وتسعين ثلاثة وتسعين ثلاثة وتسعين من قبل هذا التاريخ صراحة أنا والله ما عمري ما اتفقت على هذه إجبالية الخدمة الوطنية وقع ونتمنى من الشباب الجزائري كله يحصل على الإعفاء من الخدمة الوطنية كين بزيف ناس كين بزيف جزائريين مثلها فين بش روح يديروا الخدمة الوطنية حابين يقاجوا يعطي لهم برك وهاكيكم ساكن وما يتقبلوش فتوما قلت بشرككم في هذا الموضوع تخبرونيكم في التعليقات حامل الطائرات الأمريكية جيرالد فورد والأسطول المنافق لها الآن تمر عبر الجزائر في البحر الأبيل المتوسط وصولا إلى شمال إسرائيل أو فلسطين المحتلة بصح ليه خاطر الأمر خاطر جدا على باكم لأنه مؤخرا راي بدت تلتها إسرائيل بلوبنان ويعني كانت زعفان كيف أمريكين ما حابتش تدعمها بالأسلحة أكثر إسرائيل مؤخرا بدت تطلب بزعف لا تيب غزة خسرت فيها تريليون ومشاش حال ماليار تعد دولار وذوق الآن رهيم دايرة عمليات جديدة ضد كل من إيران ولبنان أصلا شوفوا الخطوة عليه جاته تعال حامل الطائرات اللي راحت زعمال شمال فلسطين محتلة ولهم كما عطوها إسرائيل تهديدات حزب الله بتحويل البحر الأبيض المتوسط وللجزائر جزء منه إلى بحر ساخن في حالة قيام سلاح الجو الإسرائيلي بشن هجمات من مطارات في قبرص قبرص راي فيها مطارات تابعة لإسرائيل ولا لسلاح الجو الإسرائيلي ومعاولة تستخدمها إسرائيل بش تهاجم على لبنان حزب الله هددتها قلت له كانت تستخدمها ضدي البحر الأبيض المتوسط نحرم عليكم والسفن التاعكم متوليش تحبر فيها اليمن سكر البحر الأحمر والمحيط الهندي على إسرائيل وأمريكا وبريطانيا تزيد تسكرها لبنان حزب الله على كل من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل التجارة تنعدم فأمريكا تصدر كثير من الغاز عبر هذه الممرات ونفس الشيء بالنسبة لإسرائيل هذا الأمر لم يشكح في صالحهم الآن أمريكا جابت أقوى قطعة سلاحة في الجيش التاحها وهي حاملة الطائرات ورهي معاولة تقضي بها على حزب الله هذا ما أظنه فتوم وشاكم في هذا الموضوع أخوتي خبرونكم في التعليقات كما راكم تشوفوا أخوتي شاركنا معكم أبلز عنوان أخبار اليوم للأسف شديد ما كفناش الوقت ولكن الأخبار راكم عارفين هم قاع فمثلا هذا أخبار إسرائيل تعين ملحقا عسكريا في المغرب وتصف الخطوة بالتاريخية باقي قوصان إسرائيل يحطى عساسين في المروق ورأي تقول هذه الحطوة التاريخية وطبعا مدام بلد كما المروق تفتح لها وتشرع لها بيبانها كما راكم تشوفوا أخوتي رانا وصلنا إلى هذه الفيديو إذا أعجبكم أرجوكم لا تنسوش تكليكونا على زر الإعجاب وتنسوش أيضا تشتركونا شكرا على المشاهدة وسنتقل إن شاء الله مع المزيد من الأخبار والمواضيع إلى اللقاء